اهلا بكم في عيادة الجلدية والتجميل معاكم الدكتورة اية الفيديو النهاردة هيكون مهم جدا هنتكلم عن تفتيح المناطق الحساسة سواء بكريمات من الصيدلية او جلسات اللي ممكن تتعامل عن طبيب الجلدية الفيديو ده بالتعاون مع قناة علاج طبيعي مع ام افراح هتقدم لكم وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة هتساعدنا جدا بجانب العلاج ياريت تروح وتشتركوا في قناتها وهسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف والتعليق المسبق يلا نبدأ اتسألت كتير عن علاج لمناطق الحساسة اللي هي تحت القبط وبين الفغدين لانها مشكلة بتدايق سيدات كتير لكن عشان نعالج المشكلة لازم نعرف الاسباب اللي بتؤدي لسمرار المناطق الحساسة والعادات الصحية الخاطئة اللي احنا بنعملها عشان تساعدنا في التخلص والحماية من اسمرار البشرة في المناطق الحساسة اسباب اسمرار المناطق الحساسة اول حاجة اللي احتكاك في المناطق دي ده السبب الاول لان الاحتكاك ده بيعمل التهابه خاصة في الصيف والالتهاب دوت بيسيب اسمرار مكانه استعمال مزيلات عرق غير طبية او استخدام العطور بشكل مباشر على الجلد في المناطق دي ارتداء ملابس داخلية غير قطنية لان طبعا الالياف الصناعية بتزود الحساسية الجلد وطبعا بيزود التهابه التعرق والافرازات الفطرية وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية بيزود الاسمرار حبوب منع الحمل بتزود سبغ الخلايا فبتزود الصمار طرق ازالة الشعر الخاطئة اللي بتؤدي الاسمرار الجلد في المنطقة دي زي الشفرات لانها بتؤدي لتهايج الجلد والتهابه وظهور حبوب اللي احيانا بتؤدي تبقع البشرة واسمرارهم استعمال كريمات ازالة الشفرات واللي بتتكون من مواد كيميائية بتضر البشرة زيادة الوزن بيزود الاحتكاك اللي فراط في الاستعمال اللي في تنظيف المنطقة دي اهمال علاج اللي لتهابات الجلدية واخيرا استعمال وصفات وتركيبات غلط بيزود المشكلة وبياخر في العلاج وبيزود الاسمرار هنتكلم بقى عن العلاج العلاج بيشمل الوقاية من الاسمرار الجلد وتاني نقطة تفتيح مناطق الحساسة الداكنة هنتكلم عن الكريمات والجلسات اللي ممكن تتعامل في العيادة الوقاية من اسمرار الجلد في المناطق الحساسة اول حاجة ملابسك لازم تكون قطن كلها مية في المية وهتلبس الشورت قطن دايما عشان تمنع الاحتكاك وتغير الملابس الداخلية يوميا مرة او مرتين وهتحفظي على جفاف المناطق ديت بفوط قطن وتحفظي على استعمال المطهرات عشان تمنع الفطريات بلاش مكان براون او شفارات ازالة الشعر او كريمات خليك في السويت وشيل الشعر اول باول وما تكسريش لانه نما بيطول ازالته بتجيب التهابات وبالتالي صمار هتخسي عشان الوزن بيزود الاحتكاك ومزيل العرق يبقى نوع نظيف زي نيفيا او ريكسونة وبلاش الحاجات الغريبة مجهولة المصدر وبلاش البلية خليك في الليزبري وكمية بسيطة مش بالقطرة هي وترش من بعيد ما تقربيش للجلد قوي وبلاش تدعك بالليفة المناطق دي اثناء الاستحمام لانه بيزود الالتهاب طرق علاج اسمرار مناطق الحساسة قبل استخدام اي وصفة او تركيبة او مجموعة كريمات لتفتيح مناطق الحساسة لازم نفهم النقطتين دون اول حاجة اللي حاديك شايفاها غمقان ممكن يكون مرض جلدي من اعراض تغير لون الجلد للاغمة مش تصبخ جلدي محتاج كريم تفتيح فلو استخدمت عليه كريم تفتيح حمياني كده باستشارة على النت وارد جدا ان مشكلة تبوز اكتر فالافضل استشارة طبيب الجلدي تاني نقطة لو حصل برضو حد نصحك بتركيبة على جروبات الفيسبوك حتى لو حلفترك انها افضل تركيبة في العالم افتح النشرة الداخلية لو لقيت الكريم ده بيحتوي على كورتزون ممنوع تماما تستخدميه لازم ترجعي طبيبة تشوف المنطقة دي تعتعط طبيعة هتستخدم وتحددلك نوع كورتزون مسموح مددته قد ايه على الجلد ده لو احتاجتي لان في ناس كتير بيحصل عندهم ضمور بالجلد في المناطق الحساسة دي واسمرار شديد جدا وعلامات تمدد رهيبة بسبب النقطتين اللي فوق وغالبا ملهمش علاج ولو قررت يتحسيني من شكلهم هتتكلفي مية ضعف ثماني التركيم ده غير حالتك النفسية من تشوى المناطق دي وهقولك كمان عن امثلة من الكورتزونات او الكريمات المركبة بتحتوي على الكورتزون المنتشرة والناس مش عارفة زي الكينة كوم والبيتاديرم والفيوسي كورت والكوادري ديرم يبقى اول حاجة في العلاج هي علاجة للتهابات سواء كائنة فطرية او ميكروبية استعمال المراطبات لمنع الاحتكاك بيفيد طبعا استعمال الكريمات المراطبة باستمرار في الحماية من الاتهابات وتهيج الجلد ده غير انها بتدي تعطير امن للمنطقة زي زي ايه كريمات تفتيح البشرة لازم نختار الانواع الامنة واللي ما بتحتويش على مواد كيميائية مصرطنة او مواد مبيضة للبشرة زي الهيدروكيم ويفضل استعمال الكريمات دي بعد استشارة الطبيب في كريمات كتير للتفتيح المناطق ديت المهم يكون منتج طبيع مية في المية ويستخدم مرتين يوميا من شهر لشهرين على الاقل الكريمات ديت زي فولدكس كريم روميكس كريم فيرتكس ألبا كريم وإزيس يونيتون ريفيل كريم ايه بقى هي الحاجات الجلسات الممكن تتعامل في العيادة عن الطبيب اول حاجة التأشير الكيميائي وهو من اكتر علاجات تفتيح البشرة فعالية وامان وتاني حاجة جلسات الميزو سيرابي مع الدرما بين الميزو سيرابي دوت مادة بتحتوي على فيتامينات ومواد مبيضة والدرما بين ده عبارة عن جهاز بيستخدم لعمل سقوب صغيرة في المناطق المراد تفتيحها ليسمح للمواد المبيضة الدخول للجلد وطبعا الجلسة بتتعامل بعد كريم مخدر عن منطقة ديت وده كان فيديو النهاردة عن طرق تفتيح المناطق الحساسة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير ليه ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله ولو لكم اي سؤال او صف صريح تسابوه في التعليقات وشكرا